عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال معاشر الناس إني راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلى المغيب أوصيكم في عترتي خيرا وإياكم والبدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار معاشر الناس من افتقد الشمس فليتمسك بالقمر ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين ومن افتقد الفرقدين فليتمسك بالنجوم الزاهرة بعد يقول قولي وأستغفر الله لي ولكم قال فلما نزل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما نزل عن المنبري تبعته حتى دخل بيت عائشة فدخلت إليه وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله سمعتك تقول إذا افتقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر وإذا افتقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين وإذا افتقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة فما الشمس وما القمر وما الفرقدين وما النجوم الزاهرة فقال أما الشمس فأنا وأما القمر فعلي فإذا افتقدتموني فتمسكوا به بعد وأما الفرقدان فالحسن والحسين فإذا افتقدتموا القمر فتمسكوا بهما وأما النجوم الزاهرة فالآئمة التسعة من صلب الحسين عليه السلام والتاسع مهديهم ثم قال إنهم أوصياء إنهم هم الأوصياء والخلفاء بعد يا إمة الأبرار عدد أسباطي يعقوب وحواري عيسى قلت فسمهم لي يا رسول الله قال أولهم وسيدهم علي بن أبي طالب وصبطايا وبعدهم أزين العابدين علي بن الحسين وبعده محمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر الصادق بن محمد وابنه الكاظم سمي موسى بن عمران والذي يقتلوا بأرض الغربة علي بنه ثم ابنه محمد والصادقان علي والحسين والحجة القائم المنتظر في غيبتي فإنهم أترتي من دمي ولحمي علمهم علمي وحكمهم حكمي من آذاني فهي فيهم فلا نال الله تعالى شفاعتي يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صاف في الأصل كنا نجوما يستضاء بينا وللبرية نحن اليوم برهان نحن البحور التي فيها لغائصيكم در ثمين وياقوت ومرجان مساكن القدس والفردوس نملكوها ونحن للقدس والفردوس خزان من شذ عنا فبرهوت مساكن ومن أتانا فجنات وولدان أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد والي اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وقد بشر النبي محمد صلى الله بولاية ابنه الهادي فيما روي عنه من حديث جاء فيه وإن الله تعالى ركب في صلبه أي الجوال إمام الجواد عليه السلام نطفة لا باغية ولا طاغية بارة مباركة طيبة طاهرة سماها عنده علي بن محمد فألبسها السكينة والوقار وأودعها العلومة كل سر مكتوم من لقيه وفي صدره شيء أنباه به وحذره من عدوه يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام إلى جمال دستاد محمد صلى الله عليه وسلم هو بدر هو بدر ذشى الخلائق نور من لدن آدم بكل مكان هو عروة للدين روح علائه ونمائه في جملة الأكوان وصبط طهاب الحفيد وصيه هو شعلة الإيمان والتبيان هو حجة الله الأعز مقامه هو بحر علم الحق والقرآن اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد لم تزل نطفة إمامنا الهادي عليه السلام تنتقل من الأصلاب الطائرة إلى الأرحام المطهرة حتى جاء الله إظهاره إلى عالم الدنيا فسبب اقترانا به الإمام الجواد بأمه سمانة قال الراوي بإسناده عن محمد بن الفرجي وغيره قال دعاني يا أبو جعفر عليه السلام أي لإمام الأجواد فأعلمني أن قافلة قد قدمت وفيها نخاس معه رقيق ودفع إلي صرة فيها ستون دينار ووصف لي جارية معه بحليتها وصورتها ولباسها وأمرني بابتياعها فمضيت واشتريتها بما استامى وكان سومها بها ما دفعه إلي فكانت تلك الجارية أما بالحسن عليه السلام واسمها سمانة وكانتهم ولدة عند أمرات واشتراها النخاس ولم يقيض أن يقربها حتى باعها هكذا ذكرت وهكذا تزوج الإمام من أم الإمام الهادي عليه السلام وعاشت معه في أتم السعادة والسرور وتأدبت بآداب بيت الإمامة ونهلت من علوم الرسالة فكانت من النساء العارفات القانتات حتى قال في حقها الإمام المعصوم وهي من أهل الجنة ما يقربها شيطان مريد ولا ينالها كيد جبار عنيد وهي مكلوة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمات الصديقين والصالحين يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صاح ولدته حوراء النساء جليلة ورقت به لمكارم الديان ست من النسوان جاءت تحت في بوليدي الهادي بكل مكان أعني سمانة والتي جازت علا طول الحياة بشعلتي الإيمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الراوي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن الله خلقنا من نوره فكنا حول العرش نسبحه ونقدسه ولما خلق الملائكة أمرهم بالتسبيح له فقالوا اللهم لا علم لنا فأمرنا بالتسبيح وبتعليمنا سبحت الملائكة ثم خلق شيعتنا من دون ذلك النور فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا ثم قرنا بين السبابة والوسطى وكان وقال كهاتين ثم قال الإمام الصادق وإذا أحب الله تعالى يخلق الإمام أمر ملك أن يأخذ شربة من ماء تحت الحرش فيسقيها أباه فمنها تكون نطفته وينكث أربعين يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع ثم يسمع بعد ذلك الكلام يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد مرة ثانية يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد سلام على آل النبي محمد ورحمة ربي دائما أبدا تجري وصلى عليهم دوذ العجلال معظيم وزادهم في الفضل فخرا على فخري فهم خير خلق الله أصلا ومحديدا وأكرمهم فرعا على الفحص والعتري وأوسعهم علما وأحسنهم هدان وأتقاهم لله في السر والجهري وأفضلهم في الفضل عن كل فاضل وأقولهم بالحق في محكم الذكر وأشجعهم في النازلات وفي الوضاء وأجهدهم لله في العسر واليسر أناس علوا كل المعاني بأسرها فدقت معانيهم على كل ذي فكري اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد أن حملت المرات الفاضلة العابدة سمانة وفي يوم مبارك ميمون من شهر رجب وفي قرية صريا وهي قرية أسسها إمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في إحدى نواحي المدينة شعرت أمه بقرب ولادتها فأخذها الطالق وإذا بها قد ولدت بالإمام الهادي أفضل علي بن أبي طالب الحسن بن علي الحسين بن علي علي بن الحسين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري الحج بن الحسن الحج بن الحسن الحج بن الحسن بالتمام والكمال يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صلى الله رجب فاضل عظيم التهاني قد على سؤدد وانسؤددا من الرحمن ليلة الفرد ليلة النور كانت رحمة للملاب كل زمان ثاني الشهر فيه نور تجلى بدرة من وساطع البرهان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين نبارك لكم أخواني ذكرى ميلاد الإمام علي الهادي عليه السلام وبإذن الله سيكون برنامج إحياء هذه الليلة بمحاضرة يقدمها سماحة السيد كامل هاشمي بعنوان نظام التربية العقائدية والمعرفية في ثقافتنا الدينية وبعده سيتقدم الرادود الحسيني جعفر الدرازي لتقديم الأهازيج والجلوات بهذه المناسبة المباركة الآن يتفضل سماحة السيد كامل هاشمي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان ويرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين نبارك لكم مولادة مولانا الإمام عليه الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام قال الإمام جعفر بن محمد الصالق عليه السلام إن الناس يخدون على ثلاثة أي انقسمون إلى ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء ما أريد الحديث عنه في هذه الليلة وفي ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام هو سمه وجنبه وطريقة علمها أئمة أهل البيت عليه السلام أصحابهم بأن يأتي الشخص إلى الإمام المعصوم باعتباره الحبل الممدود مع القرآن إلى السماء وهما الثقلان الذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكم لن تظلوا ما أن تمسكتم بهما أبدا في الحديث المشهور والمتواتر بين الفريقين بين السنة والشيعة حديث الثقلين لما أن نعرف هذه الحقيقة وندركها تمام الإدراك أدرك بأن ما يمكن أن أتوصل إلى الصواب وإلى الحق وإلى معرفة الحقيقة إلا بارتباطي بهذين الثقلين الكتاب والعترة ومعنى العترة يعني هم نفس أشخاص الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا كما يحصل الخطأ حتى بعض الشيعة وحتى بعض العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنة هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تمت محاولة دؤوبة لتحريفها والقول بأن رسول الله كما نجد في بعض الكتب خاصة من كتب أهل العامة أنه يروى الحديث بهذا الشكل كتاب الله وسنة وهذا الكلام هذا الكلام في حد ذاته لما نتعقله نفهم أنه مستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحديث لأن كل المسلمين رووا أحاديث عن الرسول بأننا مأمورون أن نعرض الحديث على الكتاب يعني العلاقة كما يقول العلماء بين كتاب الله وبين أحاديث الرسول علاقة يسمونه حاكم ومحكوم يعني في واحد يحكم الآخر والثاني ينحكم إلى الآخر مثل ما أنت اليوم لما تقول عندك العلاقة بين المجلس ما أدري المنتخب والمجلس المحدد الصلاحيات الذي ينتخب من قبل مثلا الملك يقال بأن ما يصوبه المجلس التشريعي يرجع إلى الغرفة الثانية فإذا قبلت به تم تصويبه وإذا رفضته رفض هذه المشكلة القائمة العلاقة أيضا بين القرآن الكريم وبين السنة أننا أمرنا أن نعرض سنة الرسول أي حديث أي رواية روية عن الرسول أن نعرضها على الكتاب فما وافق كتاب الله فهو حق وما خالف كتاب الله فهو زخرف يعني حتى لو جاءك شخص وقال لك هذا الحديث من الرسول قلنا طيب الرسول ما قال يعني قال بأنه مثلا هذا الحديث مثلا حديث كثيرة تروى خاصة عند الفريق الآخر أن الرسول فعل كذا وفعل كذا الحديث المشهور عندهم أن الصورة الفلانية كانت هناك صورة أخرى في القرآن طويلة أطول من صورة البقرة وأنه أكلها الداجن داجن يعني الدواجن دجاجة جتوا أكلتها ما أدري ديك معين جوا أكلها فهن هذا الكلام يتعارض مع قوله عز وجل شنو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما يصير فهذه الرواية إذن شنو إن شاء الله لو جيت بعد مئة ألف رواية نضربها عرض الجدار ولا الفقه يتردد في هذا الشيء يقول لك الكتاب محفوظ القرآن الكريم كتاب محفوظ والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه ولذلك أي واحد من العلماء شيعة أو سنة جاء وقال بأن الكتاب محرف نقول لا هذا مو صحيح لأن أساس ديننا ينهدم إذا قرآننا محرف ينهدم أساس الدين بعد ما يبقى شيء يعني بعدين كيف أصدق أنا بأن الرسول جاء بالصلاة وأن في خمس وفي زكاة وفي حج إذا أصل الكتاب أصل الدين الذي هو الحج بيننا وبين الله محرف فإذن العلاقة بين السنة أو الحديث والقرآن الكريم هي علاقة يسمونها علاقة طولية بينما هنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التقلين يجعل العلاقة علاقة في مستوى واحد إني تاركن فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فلذلك الحجة هي مو مسألة أقوال الأيمة إنما نفس ذوات الأيمة طيب إذا هذا الفهم استقر عندنا إذا عرفنا أن الحبل المتين بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لمعرفة حقائق الأمور هما الكتاب والعتراء على مستوى التعليم والتربية أئمة أهل البيت عليه وسلام ظلوا علمون شيعتهم هذا الأدب الرفيع أنه مو أن الإنسان العادي الجاهل المتعلم يروح للإمام وقول لي يا أخي من عنده موعد شوف هالأدب الرفيع يا أخي من عند الإمام موعد بجيك اليوم الفلاني بعرض عليك عقائدي بعرض عليك عقائدي وقول لي صح أو لا عشان أروح إلى ربي وأنا شنو مطمئن لأنك أنت إمام معصوم يعني ما معقول شنو ما معقول أن يكون هناك خطأ في عقائدي وما راح تقول إلي صح الله هذا الأدب لاحظته في جملة كما قلت لكم مو من الناس العاديين جملة من الأشخاص المعدودين من فقهاء أهل البيت يعني في زمان الأئمة وكانوا يعدون فقهاء من فقهاء أهل البيت الرواية اللي أتعرض إليها ب ما يرتبط بصاحب المناسبة المناسبة الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام هي الرواية المشهورة عن عبد العظيم الحسني المتفون في جنوب طهران هذا الرجل المشهور والمعروف من أحد فقهاء أيضا أئمة أهل البيت عليه السلام وكما قلت لكم يعني أيضا موجود فقهاء آخرون وعلماء آخرون كانوا يذهبون إلى الإمام المعصوم ويعرضون عليه عقائدهم والإمام يقول لهم صح في هذا الشيء أو خطأ في هذا الشيء أو جزاك الله خير هذا عقيدك هي دين الله سبحانه وتعالى طبعا مجرد إشارة قبل استعرض رواية الإمام أو رواية عبد العظيم الحسني مع الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الرجل أو هذا العالم الجليل طبعا المتفون كما قلت لكم أصور ربما كثير من الجماعة راحة وزارة وهي الموقع هادئ يذكر السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه أنه قبل سنوات حفر أو أريد نقل الجثمان صارت شوية ما أدري مياه أو رطوبة فأريد نقل الجثمان إلى محل شوي قريب يعني إذا يزيحون القبر شوي فالسيد المرعش النجفي بنفسه يقول كنت أنا من الحاضرين فيقول لما أن فتحنا القبر وفتحنا الجثمان يقول وجدت يده طرية كما هي وآثار الحناء عليها النئلة كانت محنات وكما هي يعني لم تبلى ولم تتغير جثته أبدا طيب الرواية يقول عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد له الإمام الهادي عليه السلام ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني قلت لكم هذا الرجل الشيء اللي أردتنا اليوم أتكلم حوله ظاهرة فريدة في مجتمعنا الذي يسمى مجتمع شيعي وموالي ومتلين أثقل شيء على الإنسان وخاصة الرجال اتجيبه مرتد قل لي روح شوف علاقتك وياي علاقة شرعية يعني أنت ما مقصر في حقي قائم في واجباتك روح للعالم الفلاني نقعله وياه تول الآن طلعت من البيت والحج يمتكلمه وياي وقالت المشكلة بأنه ما راضي يجي ليش لأنه يعتقد نفسه يعرف كل شيء عالم هذه طبيعة من أسوأ الطبايع التي أقول أنني شاهدتها في مجتمعنا الأوروبيين اللي ما عندهم دين ما يسونها السوالف اتصيدة مشكلة اجتماعية يروح للخبير الاجتماعي اتصيدة مشكلة معيشية يروح للخبير المعيشي اتصيدة مشكلة اقتصادية يروح للخبير الاقتصادي وعدة برامج عدنا في التلفزيون يروح الزوجي وزوجته بأمام الملايين وأمام الناس كلها عدنا المشكلة الفلانية حتى لو كانت مشكلة ما أدري شنو مشكلة صحية أنه ما في عملية إنجاب مثلا نتيجة وش نتيجة مرض معين نقص هرمونات ما أدري نقص قدرة جنسية عند الرجل لا يطلق الزوجة بس ما أروح المستشفى ولا أفحص للدكتور مستعد يسوي شيء وجدتني قضايا كثيرة ما هو عيب ما هو عيب بالإنسان يعني الله سبحانه وتعالى إذن الرسل والأنبياء والعلماء من بعدهم خالنهم لويش خالنهم عشان يتعلموا العلم لروحهم يعني كما الطبيب نحتاج إليه وقت اللي نصاب بمرض أنا يوم اللي لا أقدر الله أو أنتم أو واحد منكم احتاج إلى دكتور الفلاني المختص في الجنبة الفلانية ما يقول لا أنا مهندس ما يسير روح للدكتور أنا عالم دين ما يسير روح للدكتور كل إنسان إليه اختصاصه وكل إنسان يرجع له هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم في بعض الروايات وكان أنا كان بنائي لنمارة تطلع عن الموضوع الأصلي أن أجيب بعض الروايات الأعظم من هذه الرواية اللي هي رواية الحسني رواية الحسني رحمة الله عليه شاه عبد العظيم اللي يسمونه وشاه شراغ زن شاه عبد العظيم الحسني اللي مدفون كما قلنا في طهران رواية الإمام عليه السلام في النهاية بعد ما يعرض عقائده يقول له جزاك الله خير وهذا دينك هذا دين الله بعض الروايات شفتها لحماد بن عيسى حماد بن عيسى مشهور من أشهر فقهاء أهل البيت هذا للناس في زمن الأيمة اتصوروا والإمام وش سووا إياه يوم من الأيام الإمام الصادق جابه وقال له تعال صل قدامي يا رجال حماد بن عيسى روحوا كلكم راجعوا أن هذا الرجل منه كل العلماء بتشوفون يترجمون إليه من أشهر فقاهة للبيت مع ذلك الإمام الصادق يوم من الأيام يجيبه وحضره عنده وقل له فلان تعال صل قدامي وصلي الرجال قدام الإمام الصادق بعد الإمام يقول له توقف صب واحد روح صب واحد روح وطالعني شي فصلي وقوم الإمام وصلي إليه وبعد ما يقول له يقول له تشهد الصلاة وبعدين الامام يقول له يقول له يأتي على الرجل منكم الستون والسبعون سنة لا تقبل له صلاة واحد متى بصحح الإنسان صلواته صق يعني اشوف لك الآن بعض الناس يتصل يتبين أنه عمره سبعين سنة ما يعرف الغسل طيب الغسل إذا ما عرفته الصلاة ما صح تقول لي ما دي سبعين سنة نصلي شو سوي بعد شو سوي ولذلك الإنسان إذا ما يتعلم اليوم بكرة ما تصر عند القدرة على التعلم وأن تجي وتعرض نفسك على عالم دين يصحح لك أعمالك وعقائدك خير من أن تعرض يوم القيامة رغما على أنفك تعرض رغما على أنفك أردت لو ما أردت الملكان إذا جاءك يسألك من ربك ما راح تقول شنو يعطوني فرصة أخرى أو خلوني أعرض عقيلتي على أحد الصححة فإذا في مجال للتصحيح الآن الإنسان صح فيقول أبو القاسم الحسني فقال له الإمام أنت ولينا حقا قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني 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 رأس ما للإنسان دينه اللهم لا تجعل مصيبة في شنو في دنيانا لو في ديننا في ديننا المصيبة في الدنيا تتعوض مهما كان والدنيا هي فانية لكن مصيبة الإنسان لما تكون في دينه إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيا ثبتت عليه حتى ألقى الله عز وجل فقال هات يا أبو القاسم قول وش عندك فقلت إني أقول أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الأجسام مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وخالقه وجاعله ومحدثه وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة وأن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن وعدد لأيما كلهم إلى أن وصل طبعا إلى الإمام الحج عجل الله له الفرج صاحب الزمان وبين بقية أيضا وأقول أن المعراج حق والمسألة في القبر حق وأن الجنة حق والنار حق إلى آخره فالإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام قال يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فأثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر إذن مسألة أن يأتي الإنسان لكي يصحح مسار حياته عند إمامه المعصوم عند الإنسان مثل ما نقول إحنا في زماننا الخبير اليوم الدولة اليوم الحياة البشرية يقولون حياة ودولة تقوم على الخبراء يسمونها دولة الخبراء يعني في أي جنبة من الجنبات يشتشار الخبراء عدنا مشكلة في السوق نجيب الخبير ويش يسمونه الاكتواري ويدرس إلى أنه سبب مشاكل السوق وليش عدنا وظائف قليلة مقابل أفواج التي تتخرج من الجامعات كيف نحل هذه المشكلة نجيب خبير اقتصادي الجنبة الاجتماعية لما تواجهنا فيها مشاكل الجنبة الصحية ما نجي نستر على المشكلة ونقول بأنه ما في مشكلة كمان ما زلنا نفعل في مريض توفي اليوم ما أدري فلان قالوا بالمرض الفلاني مستر ليش الطبيعة هذه بعد ذلك ينتشر لك المرض ما تقدر تعالجه أي كارثة أي مشكلة يصير في المجتمع لا بد أن نرجع فيها إلى الخبير ونعالج هذه المشكلة راح نشوف بأنه المشكلة إنما هي فرصة للمجتمع يتعلم وللناس تتعلم لعل من أهم تلك الأبعاد التي من المهم جدا أن نسلط الضو عليها التي بدأت الحديث بها وهي قول الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام حينما قال نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء يعني طبيعة الشيعة كلهم في بنيتهم المعرفية التي ترتبط بالمجتمع المتدين كله أن العلماء أن الأئمة عليهم السلام هم مصدر الحياة والنور والعلم والذكر والفهم لكل الشيعة وأن كل شيعتهم يعني من ينتسب إلى هذا المذهب من يرتبط بجعفر بن محمد الصادق لا بد يقيم عقيدته على أساس العلم الجاهل ألا نحن الليلة بالمناسبة ألا أن كان إياي أو إياي أحد الأخوان دكاترا تقول ما سالفت هذه الصلاة الغفاية والله ما ندري صراحة ما ندري قبل أربع خمس سنوات ما موجودة أو موجودة في إطار محدود جفلان سواها انتشرت بين الناس كلهم ما نفعل يعني احنا نقول وبعد احنا ناس بعد متشرعين إذا علماء نفقهان يقولون بأنه مو ثابته أنا شون يعني أثبته هي مزاج يعني قضايا الشريعة مو قضايا يتأخذ بالمزاج والأهواء والرغبات الله سبحانه وتعالى إذا كان يخاطب نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعض العلماء يقولون ليش ما تروح تفتي ليش ما تصير يعني فقيه عالم عالم سير بن طاوس رحمة الله عليه من أشهر علماء وأتقاهم لماذا ليش ما تصورك رسالة عملية تخلي الناس قلدونه شي يقول يقول إذا الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه الكريم النبي الذي ما أقسم الله عز وجل بعمر أحد في كتابه سوى النبي ما عدنا أحد أقسم الله بعمره لاحظوا يعني في البشر كلهم ما في أحد أقسم الله بعمره إلا بعمر النبي قال لعمرك أنهم في سكرتهم يعمهون بس ما عدنا مورد آخر في القرآن كله لا تدور ما في الله المورد هذا الله عز وجل أقسم بعمر النبي لكن مع ذلك وش قال له من جهة أخرى يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لو شو سونا فيه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هذا رسول الله يعني الله يقول لي لو تتقول عليه يا رسول الله شدي شوية شوية بعض الأقاويل ما علقوك ني أشفس إيدك من وراء وأقطع رقبت من قدام هذا يهدد بمن الله عز وجل يهدد به الرسول اللي أقسم بعمره ولذلك بعض هؤلاء العلماء الفقهاء يقول أنا وش لي أورط روحي ما دام جزاه الله خير فلان من المراجع مصدي خليه أشكر أنا وأكون ممتن إليه بأنه هو اللي بيوقف أمام الله عز وجل يوم القيامة هذا عرقوتهم كفاني لعبالي وش دي حقوش بعد روح وقفنا نفسي أمام الله يوم القيامة وحاسبني هالفتوى هاده من وين جبته هالرأي من وين نقلته بذل جهدك طالعت الكتب كلها الاجتهاد يسمونه اجتهاد اجتهاد مأخوذ من الجهد يعني أن تتعب أن تبحث عن كل المصادر ما من حقك يقول والله موجود اكتاب هناك في ذاك المحل شوي بعيد ما أروح له لا 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 لذلك الفقيه لما يريد ينقل فتوى يذكر فتوى يستنبط فتوى العلماء الأجلاء كان الواحد منهم يرجف أنا بقول قول ما أدري مسألة هني هو مجرد شنو مجرد كلمة بتطلع لكن يوم القيامة ما يلفظ من قول إن الله لديه رقيب عتيد لذلك هذا الأدب في التعامل مع الدين أن نعرف أن الدين ليس شيء قابل إلى أن نزيد فيه بأهوائنا ونقص فيه بأهوائنا ورغباتنا حتى لو عللناها بإطار ديني بعنوان ديني تعمل تقول لي قب صلاة الرغاب شفية عن الناس خالت صلي بس تعرفون أنتون المسائل الشرعية يعني الشيء اللي ننسبه إلى الشريعة ما يجوز لنا أن ننقص أو نزيد فيه على هواننا وقال واحد إنه شنو أنا ببصلي صلاة الصبح أربع ركعات ما تقدر ما تقدر ما على هواء يقول أنا عندي قدرة ما يسوي يعني أنا عندي قدرة واجد زينة ومو بزاجك مو بهواك العبادة يعني شنو يعني تعبد لله سبحانه وتعالى أن تعمل كما يعمل المعصوم بالضبط تقتدي به تمام الاقتداء وفي ضوء ذلك تتفاوت مراتب الناس اللي يلتزم كلام المعصوم تمام الالتزام هذا هو الإنسان المسلم هذه هي رتبة الإيمان الحقيقية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و و يسلموا تسليمة يعني حتى تفكر ليش الإمام المعصوم قال ما لك شغل ما لك شغل هذا تمام التسليم تمام التسليم أنني لا أسأل ما دمت أسأل ما دمت أسأل إذا لم أمسلم ممسلم ممسلم ولذلك من في ضوء ذلك نشوف بأنه مراتب الناس اتفاوتت في اتباعي أئمة أهل البيت عليهم السلام فيه إنسان يسلم بلسانه إنسان يسلم أمواله إنسان لا يقول لك أنا أسلم كل شيء هذا ولي الله حتى الروح لو يريدها ما تعز عليه هذا هو معنى التسليم الحقيقي وأنه الإنسان يجي مجرد حتى عبادة بسيطة وش يعني وصار الناس وقفت وصلت ما يسير يعني الدين ما يؤخذ هكذا الدين أنت عندك فقيه رح قلت فقيهك شوف فقيهك وش يقول يقول صلاة الرغائب ثابتة أو جوز الإتيان بهبرجاء المطلوبية سوها يقول بأنه لا هذا مو ثابتة وهذا مجرد رواية عند أهل العامة انتقلت إلى النماذ قبل كم من سنة جابها فلان وانتشرت في البحر عندون غيرها يعني عشنا سنوات ويا المراجع في إيران عشرين سنة ما شفناهم يسوون هذا السالف ما نشوف يسوون هذا السالف فأكيد يعني مراجع إيران مو أقل تشيوعا والتصاقا بتراث أهل البيت وبثقافة أهل البيت من من أهل البحرين أكيد لا أشكال في ذلك ولا ريب فلذاك لما الإنسان يريد ينقل قول لما يريد يسوي عمل معين ينشر شيء معين ثقافة تخلى تكون ثقافة قائمة على كتاب الله والتمسك بعطرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا السياق حتى لما نأتي إلى المرحلة أو المسألة التربوية التي قلت أنها كيف نظام التربية الذي اعتمد هو أئمة أهل البيت عليه السلام في تربية الأولاد اللي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة بعض الأخوة وبعض المؤمنين لما قال قالنا ريد تحدث لنا شوي عن هذا الموضوع المهم وبالفعل هذا الموضوع مهم جدا اليوم بس العصر جاءني ولد شاب عمره 21 سنة يعني وهو العمر الذي التربية انتهت فيه خرج من إطار التربية فشكى لي مشكلته وضعه وأنه أنا عندي حالة من الخوف رغم أنني كنت من المتفوقين في الثنوية مرة وحدة تغيرت حالتي ورحت أكثر من بلد سافرت من أجل أن أواصل دراستي ما أواصل كم من سنة الآن ما أنام نوم طبيعي أبدا حالة النفسية دائما فيها قلق دائما كده كده يقول لي فلان أنت ما عندك أي مشكلة المشكلة في أبويك روح واتصل أقول لأبوك يتصل بي وياخد موعد لكي يأتي هو وأمك وأقول له ما هو الصح في التعامل مع هذا الإبن إذا أنجي إلى هذه المسألة البسيطة مسألة تربية الأبناء نشوف أئمتنا عليهم السلام وضعوا أسس يعني يعني هذا الجهاز الإنساني هذا الجهاز الإنساني مثل مثل جهاز المكيف اللي عندك كل ما جاء الصيف جبت له واحد يسوي له سيرفيس ونظفه وشيل الغبار وشوف إذا محتاج ما أدري إلى قاز محتاج إلى شيء معين الإنسان شيء أعقد من ذلك يحتاج أيضا إلى نظام صيانة ونظام إصلاح إذا الأب الأم ما حافظين المراحل التي يتدرج فيها الولد وفي كل مرحلة ماذا يعطيانا بس قبل كم يوم جاءني أبوان أم وأب من قبل كانوا جاييني في مشكلة بنتهم بنتهم قريب بصير عمرها 17 سنة ومؤذيتنهم في البيت ووصل الحد بها إلى السفر يعني أخرت جوازها مرة من المرات وسافرت بر وربك ستر بأنها يعني 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 ما تعرضت إلى شيء زائد ولكن نتيجة الأحداث ونتيج كده أمور معينة المهم البنت متمردة ورحت بيتهم أكثر من مرة جلس مع البنت بحضور أبويها المهم البنت اعتدلت ومشت أمورها أفضل ما يكون والآن مواصلة في دراسة الجامعية وأمورها طيبة حتى يعني وضحها الديني والتزامها عاد أحسن ما يكون المرة جاء الأبوان لإبنهم مشكلة ابنهم اللي كم عمره اللي عمره 26 سنة قلت للأب قلت للأم 26 سنة وأورت إليهم رواية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورواية الصادق والثالثة رواية الصادق أيضا يقول الإمام الصادق احمل صبيك حتى يأتي على ست سنين هذه المرحلة الأول أحمله تحمله ست سنوات ما أدري بال عليك مثلا يتصون بعض الأمهات لأنه بال عمره سنتين أو سنة ونص أخذ الأب وشف صوره 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 قصة حكتها لي إحدى الأمهات والله أنا قلت للأم رحم الله والديش قومي ما ريد اسمع قلت للأب ما ريد كان الجلسة مقرر ساعة ونص قلت لها ما أقدر قومي قومي قالت لي هذا الأب رجال يشتغل سوق سوق باص يطلع يسافر يعني بالباص وعادة يجي خمس ساعات ست ساعات إلى البلد وللدير جعه وإذا جي وصال لي مثلا أسبوع شي برا بعد تعرفون يعني مشتاق ويبه حق الشرعي نزيل وصل ذاك اليوم وعنده خمس ساعات في البحرين ووصل الصبح يعني الضحى الأولاد قاعدين والناس كلها قاعدة وهم قاعد هذه المرأة في غرفة في بيت أبو وجاب ولدينها الكبار والآن عندهم ولد رضيع عمره ثلاث شهور في هالغرفة الوحيدة في هالغرفة الوحيدة وريد حق الشرعي والأولاد موجودين يقول خب الكبار ثلاث أولاد الكبار فرهدناهم طلعناهم بره سونا لهم شارع وداهم بره روحوا الطريق بره أيوان راحو العرض خلي روحون نزيل الولد الرضيع عمره ثلاث شهور يقول جاء بياخد حق الشرعي وإذا ما دي شون هذا بعد المسكين هذا سيء الحظ رفع صوته بالبكاء قامت الأم وراح السكتته ردت رجعك للكبير تسكته رد صاح الصغير يقول مرة مرتين ثلاث اللي يقول لها صغ هذا بي عاري صغ هذا ما عنده ما دي شنو يقول يقوم ياخد إيده وصخ الجاهل اصطار على وجهه يصاب بتشنج اليوم الطفل بتوهى الأم تقول لي توي جاية من المستشفى لأن من ذاك الوقت الطفل أصيب بتشنج هذا التشنج صار عنده روماتيزيم في القلب والآن عمره 15 سنة هذا أب هذا أب هذا أب يعمل طفل فيه ثلاث أشهر لأجل شهوة معينة يتخرب حياة ومستقبل إنسان فيقول الإمام عليه السلام دع ابنك يلعب يأتي على ست احمل صبيك حتى يأتي على ست سنين ثم أدبه قلنا المرحلة الثانية اللي لابد تعرفه كأب ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك صاحبه روح وطلعوا إياه ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدابك أدابك أنت اللي تأدبته من خبرة الحياة ومن أبوك ومن تجاربك السابقة فإن قبل وصلوها وإلا فخل عنه بعد ما ولا فائدة إذا شفت بعد بعد واحد عشرين سنة أنا فاكلت أقول للأب والأم أقول للأب أنت حين هذا ولد يقبل منك أنت شيء قال لا ما يقبل قال ما يصلي ولا أقدر أتكلم إياه ولا أقدر أقول لك كلمة قلت لا إذا ما يقبل منك أنت بيقبل مني أنا لذلك إذا في مجال تربية مجال تربية واليوم الأولاد صغار مو إذا وصلوا إلى عمر عشرين ساعة عشر بدأنا التربية وتحسفنا على الأيام اللي راحت وما ربيناهم أيضا الرواية عنه عليه السلام دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب سبعا ولزمه نفسك سبع سنين لزمه مو تقول عندي شغالات تقول الشغل ما أخذني واجد وما أرجع إلا ما أذري كام ساعة كام في الليل ومن الصبح طالع المسؤول عنه أنت أساسا أبنائك قصر في الدنيا عيش شوية فقير في الدنيا بس لا تصير مصيبتك في ولدك وفي دين ولدك فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه أيضا رواية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين فإن رضيت أخلاقه لإحدى وعشرين إذا أخلاقه صارت زينة وعمره واحد وعشرين وإلا فضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله أتحاول الفخار جف ما ما يقدر بعد الآن تحاول أن أن تصلحه لذلك هذا منهج التربية الفاشلة التربية التي تحاول أن تصلح الأمور بعدما فسد الشيء ولا يمكن ماذا أن يتدارك التربية الصحيحة التي قلنا وتحدثنا عنها فيما سبق هي التربية التي تقوم على أساس أن في كل مرحلة نستخدم الأسلوب المناسب لتلك المرحلة المرحلة الأولى مع ابنك لمدة سبس سنوات أولى تلاعبه تلاعبه لا تقول بأنه مثل ما قلنا ما عاد لشخصيتي ما تسمح ووقتي ما يسمح ظروفي ما تسمح لا إذا ظروفك ما تسمح وشخصيك ما تسمح حقوة شخصيك سمحت بأن تتزوج حقوة شخصيك سمحت بأن تجيب أولاد كل شيء إلى ضريبته إذا ما تتحمل مسؤولية الشيء لا تدخل فيه من الأصل فلذلك يقول عليه أفضل الصلاة والسلام لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم ترك له الحبل على الغارب يفعل ما يشاء هذا هو المنهج الصحيح الذي يراد لنا في نظام التربية العقائدية والمعرفية في تراث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا كان العلماء والفقهاء في زمن أئمة أهل البيت يذهب الواحد منهم للإمام ويعرض عليه عقيدته ليس من العيبي ولا ما يوجب الخجل على الإنسان أن يجي هذا الرجال لعمر ستين وسبعين سنة ويعرض عقيدته ودينه على عالم وصححها إليه بدل ما ينتظر شنو إذا راح الحج بين الناس تعال سمع الفاتحة يقراها صح لو لو خطأ اللهم وفقنا لمراضيك مجلبنا معاصيك وفعل بنا ما أنت أهله ولا فعل بنا ما نحن أهله ترجمة نانسي قنقر حصيلت هذين المسارين اللي قلنا بأنه التربية السليمة والتربية الفاشلة كما قال الله سبحانه وتعالى هذا الطفل اليوم طفل بس بكرة واش بصير بصير رجل بصير كبير الإمام الحسن عليه السلام يقول بني أنتم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم هذا الشيء طبيعي في حياة كل إنسان إذا هذا الطفل بدأ حياة غير منتظمة وحياة فاشلة فسيصبح أيضا ذاك الرجل الفاشل وإذا حياته وطفولته كانت ناجحة أكيد سيصبح أيضا ذاك الرجل الناجح وفي هذا الشأن المثل القرآني الجميل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى أيضا مرتبطا بمسألة الزواج والإنجاب والأولاد والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم ماذا بنين وحفد هذه طبيعة الحياة البشرية ورزقكم من الطيبات إلى أن يقول عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء بدأ النص القرآني بالحديث عن جعل الأزواج بالنفس الإنسان وأن من هؤلاء الأزواج يأتي البنين أو البنون والحفدة ومن البنين والحفدة راح أصير شنو راح أصير بعد ذلك هؤلاء الناس الكبار والرجال والمسؤولون والمديرون والمدبرون والوزراء هؤلاء الناس راح يكورون أيضا نموذجين ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير شايف لك بعض الناس شديد ترى أنا شايف في الحياة واجد ناس يشتغل في البنك شهر واحد وفلس على البنك يشتغل ما أدري في الصيدلية الفلانية سبوعين ولا بد في مشكلة يشتغل أصب بترول أنا أذكر بعض محطات البترول اللي أصب فيها بترول أشوف الهنود اللي باقين فيها يبقون للسنة الجاية بس بحراني من يشتغل فيها سبوعين ما أشوف وجه ها 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 واصلة عدم وين بتحصل بتحصل راح في الشغلة الثانية وبعد نفس الشيء رد فتح للمشروع الثاني الثالث بعد نفس الشيء هذا أينما يوجه مولاه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم هل يستوي هذا الإنسان والإنسان الآخر الذي تربى تربية ركب فيها كل أجزاء التربية بشكل صحيح طبعا ببركة من ببركة والديه الطفل هو ما يركب شيء الطفل هو اللعبة اللي أنت تركبها أيها الأب أيها أيها الأم أنتون تركبون هذا الشيء لذلك إذا بكرة هذا الإنسان إنسان فاشل وغير ناجح في الحياة فلأنكم ركبتونا بهذا الشكل وإذا أيضا صار إنسان ناجح فأيضا أنتم لكم الثناء ولكم الحم لأنكم أنتم أيضا الذين ركبتموه بهذا الشك خفت 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 نسحب الخيط نسحب للآخر خلوا إذا في مجال أسئلة والحمد لرب العامين وصلى الله على محمد وأهاله الطاهرين نشكر سماحة السيد كامل هاشمي لهذه المحاضرة القيمة ما أدري إلا عنده مجال إلا عنده أسئلة تجاه موضوع التربية يطرحها للسيد في هذه الأثناء أيضا الجماعة في جمعين يعدهم جمع الصدقات في المسألة اللي أهلقتموها حول صلاة الرغائب هي مشكلة عامة وعما وصايرة في حجة تساهل في السند المتعلق بالمستحبات ما شابه أيضا بدأت تظهر ظاهرة مختبسة من بعض الشباب من أخوة الإيرانيين في ليالي القدر هنا قراءة الأبعية المأثورة وما شابه تداخل مع أبيات حسينية وأشعار وما شابه إذا لكم تعليق في هذا لا يعني نشوف إحنا لابد نفرق بين أمرين أمر في مجال أن الإنسان يبدع فيه أما الشريعة ما في مجال يبدع فيها يعني إحنا نشوف خلافنا بين بيننا كشيعة وبين غيرنا إن غيرنا راحوا اجتهدوا في الدين وإحنا علمانة قاعدة أساسية لا اجتهاد في مقابل النص يعني الله سبحانه وتعالى قال المتعة حلال ما تصير أنا يقول لي أنا والله مزاجي ما أرتضيها فأقول المتعة كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمها شنو أنت منه طقاق طقق أنت بشنو تسوى صقي أنت بالنسبة لله ورسوله منه أنت أي جرأة هذه يجرأ الإنسان ويقول الله يقول ورسوله يقول وأنا أقول إحنا ما عندنا هالسالفة هذه لكن خب في مسائل ما أدري الآن فلان يقول والله أنا أرتاح إذا دعاكم المطفية الأنور هذه مسألة راجعة إليكم ولذلك الله سبحانه وتعالى في مسألة الإمامة إلى تعبير وفي مسألة الشورى إلى تعبير حينما تحدث عن الإمامة عن إبراهيم عليه السلام أني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي الله قال لا ينال عهدي يعني الإمامة عهدي أنا شغلي أنا على قولتنا أمري أنا اختصاصات أنا لا ينال عهدي من الظالمين الظالمين مفعول به يعني عهدي الذي هو الإمامة ما أعطي أي أحد لكن لما تكلم عن الشورى رب العالمين قال وأمرهم أمرهم شورى بينهم أمركم شورى بينكم تبقى الكراسي تحطون لو تحطوا على قوتنا ذيك الأيام دواشد وتقينوا عليه والله هذا مسألة راجع إليكم وتقول لي لا نحن برأي الجعفر المحمد الصادق شورى بين المصار أخير وش لش يغل بالسوالف هذه الحين أنتم وصلتون عمركم شري ما ذيك الواحد أبو الستين تبقون تقنون على الكراسي قاعدوا شباب ذيك الأيام كنتون ماشا قاعد على الأرض ففي كثير من الأشياء الشرع هو تركها إليك أنت أيها الإنسان حياتك تبقى تنظمها تبقى أوقات العمل والدوام الرسمي من الساعة التسعة الصباح إلى الساعة خمس لو تبقون من الساعة خمس الصباح إلى الساعة مثلا اثناش هذه مسائل بشرية راجعة إليكم أما مسألة الصلاة مسألة الزكاة الخمس مثل ما قدموا اقتراح بعضهم لماذا ما تصيص صلاة الجمع يوم السبت يعني هذه مو مسائل اللي نحن نتلاعب فيها يعني هذا الشي اللي أقول يميز الإنسان المؤمن وذلك بعض العلماء وبعض الأصحاب الأئمة عليهم السلام السؤال جميل لوجه للإمام يقول إذا كان القرآن نور وكتاب هدى الإمام حقوش بعد نحتاج صغلة الآن نحن مقلنا كلام الأئمة وكلام الرسول المعروضة على القرآن والقرآن نور وهدى بعد حقوش الإمام وش ليه حاجة الإمام شوف تعبير الإمام شوف التفت أيها المؤمن إلى تعبير الإمام يقول لكيما إذا زاد المؤمنون شيئا زاد منه مو الفاسقون مو الكفار لكيما إذا زاد المؤمنون شيئا أو نقصوا شيئا ردهم إلى إلى الكتاب يعني أنا حتى لو كنت عالم فليكن عالم بس مو معصوم فقد أزيد شيئا وقد أنقص شيئا صح لا فمنه اللي يكون علي الإمام المعصوم هو يريد يقول لي لا فلان لا ارجع أقول لي وانت يقول لي لا أنا أنا القرآن طبق القرآن ها هذاك القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق لذلك حاجتنا إلى المعصوم إحنا المؤمنين ما تقل عن حاجة الفاسقين أبدا ولا يعتقد الإنسان أنه وصلت إلى رتبة من العلم إذن أصبحت محتاج إلى جعفر بن محمد الصادق لا هذا الهريج وهذا التفكير وقاتل الخاطئ لا أنت محتاج إلى جعفر بن محمد الصادق رغما على أنفك لو ما وصلت أنت محتاج إلى علي بن أبي طالب مهما بلغ من العلم والمعرفة لذلك من أراد الله من أراد الله بدأ بكم يريد الله الإنسان لابد أن يبدأ بأهل البيت يقول عندي طريق آخر ما في طريق آخر ما في مسلك آخر يستطيع أن يصل إليه الإنسان بعد بعد وصل تفضل نشكر لك كسماحة السيد هذه المحاضرة بالنسبة إلى التربوين في أحد التربوين كان يقول الأيوهما أفضل أن يكون لديك طفل هادئ أم طفل عنيد خب إحنا جهاننا الظاهر كلهم عنيدين فيقول أن الطفل العنيد أفضل لأن سيصبح قيادة في يوم من الأيام إحنا الآن مجرى الحديث في فترة العبودية التي هي السبع الثانية كيف أروض هذا العنيد هو مو خيل أسعفه قاعد شسمه مجار رنع بحباله وأودي وإحنا بكثير مشاكل الحين قاعد أصير بسبب الأحداث هذا الطفل العنيد كيف يستطيع الأب أن يروضه في فترة السبع سنوات لكي لا ينحرف ويصبح قيادة في المجتمع ما أشارتم إليه من الطفل العنيد والطفل الهادئ هو بالفعل وأنا مرة كثب في الإنستجرام حول الموضوع هذا ربما أثار جدل بين الناس أن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم نص الرواية عرامة الطفل أو أكد الرواية عرامة الطفل الصغر علامة حلمه في الكبر عرامة التي نسميها شطانة العراقين يسمونها الشقاوة لا يقعد راحة على بولتنا لا يقعد راحة دائما يبقى يبحوش المساند لا يبقى يدور وراء المساند الكراسي لا يبقى يبحوش تحت الكراسي هذا الطفل هالي واقعن علامة الذكاء ولذلك أنا شخصيا كنت أكثر أخواني أعفس وأدور وعسعس وين ما تحط الوالدة تخشل في الوسط اللحة وهذه البحوشة انتقلت بعد ذلك إلى البحوشة في العلم والكتب هي نفسها هي الرغبة بأنه يكتشف الإنسان المجهول لأن الإنسان اللي يكون طبيعته هادئ وراكن وما على قولتنا يريد يشوف وش وراء هذا ما يتطور هذا ولذلك يقولون صحيح الإنسان اللي اللي يخطأ هو منه الإنسان اللي يحاول يعني الصغر حين الناس اللي قاعدين في بيوتهم صحيح ما أخطأوا بس صحيح ما سووا شي بعد نفس الشي هم ما أخطأوا ما شفنا منهم شر أصبعا ما شفنا منهم خير لأنه قاعد في بيته ما ما مسوي شي لكن اللي راح وتعرض للأذى وجاهد وقال كلمة الحق هو أكيد أكيد سجن أكيد ما أدري كذا أوذي أكيد هجر ولكن أيضا شنو أكيد في المستقبل هو اللي راح يكون إليه الشأ هاي طبيعة الأشياء فلذلك الطفل لما يكون ما نسميه ب ما دعا قوتنا قزاحة العيون ما يركن عنيد قد تكون في كثير من الأحيان هي مو علامة لسوء هذا الطفل بالعكس علامة على ذكاء نعم في شيء قد يرتبط ب سوء الأدب سوء الأدب هذا الطفل ياخذ من مجتمع لذلك نحن نشوف يعني الأيام عليهم السلام لما أوصوا هات توصيات في أدب الطفل اتركه سبعا أو رواية لاعبه سبعا أو رواية سبع سنوات أمير كلها تريد تعطي محصل تقول لك أنت أيها الإنسان أيها الأب افهم بأن هذا الطفل امركب يا نفيكتر إلهي هذا الطفل في بوصلة إلهية اللي هي ويش اللي هي الفطرة كل مولود يولد على الفطرة والفطرة طبيعتها وين تروح بمؤشر مالها رب العالمين فطرة الناس اللي فطرها الله عز وجل كل الناس عليها مؤشرها ما يروح لها رب العالمين ما يروح للشيطان فتقول لك أنت كل العملية اللي تسويها هي عملية محافظة على توجه هذه الفطرة فأنت واقعا مو قاعد تسوي شيء أنت فقط تحافظ على هالفطرة لا يجي إليها جادب مغناطيسي يجلبها إلى الجنب الخطأ بس هذا اللي تسويه أيها الأب لذلك تبعد الصديق السيء عنه تبعد الكلمة القبيحة أن يسمحها تبعد عنه التصرفات الخاطئة أن يشوفها لأنه هو مرآة تكتبس تعكس الأشياء التي تشوفها فلذلك دائما الطفل كما يقولون هو مرآة عاكسة لما في البيت يعني لو تركنا الأطفال على حالهم وعلى سجيتهم مثل ما نقول ما نشوف أنهم خطأ الخطأ هم يتعلمون الأطفال من نحن بما فيه الكذب الأطفال لا يعرفون شيء يسمى الكذب مرحلة الطفولة مرحلة لفظ الكذب لا موجود فيها ولا مفهوم الكذب بس يتعلم من أين يتعلم من إذا جفلان ندق باب البيت روح يا والدي يقول له أنا موهني هذا أول درس قطيته ولا تكفي في الكذب لا والله ما يفهم الكذب لذلك العملية التربوية هي عملية تنمية وعلى قوتنا الترقية وأبديت إلى الأشياء اللي موجودة في نفسية الطفل أننا نقويها ونربيها وهذا قد وصل جعفر أفضل حمان يصلي على محمد وأهل محمد انتظرناك وعدد يا عبد الله يتفضل رئيس المأتام لتكريم سماحة السيد أفلح من يصلي على محمد وآل محمد الشكر الجزيل ليسماحة السيد على هذه المحاضرة القيمة يتفضل الآن رادود جعفر الدرازي ليتحفنا بالأهازيج وذكر المولد فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد محمد رادود جعفر الدرازي اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله نرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب العصر والزمان وشريك القرآن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه كما نهنأ مراجعنا العظام وفقهائنا وإلى المشايخ الكرام بهذه المناسبة العطرة مولد الإمام الهادي عليه السلام والإمام الباقر جعلنا الله وإياكم من مواليهم ومن التابعين لهم إلى يوم الدين ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد لكي تذهب النفاق ثانية لكي تتحرك المشاعر ثالثة لسرور الحجة رابعة وإلى أصحاب أهل العباي والكساء الخامسة اللهم صل على محمد وآلي محمد يا من سبيل العيش ساء بحاله يا من سبيل العيش ساء بحاله والدهر لا ينفك من إذلاله أورام عند الله بسط سؤاله ثم ادعى ثم ادعى أن لم يصل لجلاله إن الدعاء أجل من أقفاله ذكر الصلاة ذكر الصلاة ذكر الصلاة على النبي وآله إذا ضاقت بك الأهوال يوما فبالأسحار صل على محمد إذا كنت في ضيق أو فقر أو مرض فأكثر بالصلاة على محمد يوصلي رب العرش عشرا يوصلي رب العرش عشرا على عبد يوصلي على محمد وفي عشر يوصلي الله مئة فأكثر بالصلاة على محمد وفي مئة وفي مئة وفي مئة يوصلي الله ألفا فلا تنسى الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات يوما فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد وعند الموت وعند الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نهني بمولد هادي الشوفية نهني بمولد ايدك فوق نهني بمولد هادي الشوفية والله والله وهادي وهادي يروف قليبي ماضى اليوم هادي على زيارة أعز الناس هادي هادي انولد للهادي هذا اليوم هادي واي تستحون يظل ينهني تمنين والله رفعت الصور انولد للهادي هذا اليوم ايه هالشكل الحين تعجبوني فيه شاكليت الليلة ها والله خاطر يوزع على كل واحد شاكليت تستاهلون والله يلا خلونا المكان هذا المحفى المبارك يتعطر بذكر اهل البيت ولا حد يستحي اريد جواب هدي كل مرة كان فيه جواب صح هالمرة ما ادري الجواب خافت يبين الليلة يلا والله هادي رفق ليبي ماضى اليوم هادي على زيارة اعز انسان والله هادي انولد للهادي هذا اليوم هادي والله غادي علي اسم اسم حامل علي اسم اسم حامل حمي عالم احزاني ضي وجهك نصلي وغمد بعيون عدالي نصلي نصلي وغمد بعيون عدالي نصلي علي الهادي شوكت قبرك نصلي نصلي تطوب قلوب هاي الجعفرية هاو تطوب قلوب هاي الجعفرية ايدك هاو تطوب قلوب هاي الجعفرية احسنتم 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 صلي 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 وخلي صوتك يعتلي قبل لا نبتدي الشكر موصول الى سماحة السيد على تفضله وعلى وقوفه في هذا المحفل المبارك وطولنا عليه وصراحة اهديله قبلة حارة على جبهة المباركة بارك الله فيك سماحة السيد نشكورين سامحون نتأخرنا عليكم والسبب بس ما اريد اقولها فيه فيه سبب الله يسألكم ان شاء الله صلي 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 وخلي صوتك يعتلي صلي 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 يلا يا عاشق علي صلي 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 يلا يا عاشق علي صلي 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 وخلي صوتك يعتلي صلي 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 يلا يا عاشق علي اللهم صلي على محمد وآل أحمد اللهم صلي على محمد صلي 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 وخلي صوتك يعتلي صلي 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 يلا يا عاشق علي ما في أحد ما يعشق علي عدل ولا يلا أنا أريد أجاوب بجيها وانت جيها الثانية عشان يكون خفيف المستهل صلي 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 وخلي صوتك يعتلي يلا يا اللهم صلي على محمد بعد اللهم صلي 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 وخلي صوتك يعتلي يلا يا اللهم صلي على محمد سمع اللهم الصلي صلي وخلي صلي وخلي صلو نف important والسعد يرعاها مولد الهادي علي عاشر اليمة ليلة أجمل ليلة يا عساها طويلة بالسمى من الفرحة نجمة بوس نجمة وصلي صلي 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 وخلي اسمع ذلي صلي 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 صلى عاشر علي اللهم صلي على محمد بعد الله يمي خلي بالك انسك العد ذلك هاي ليلة اللوم لازم ما نسمعه للحبيب الهادي بصوت حبنا النادي وبالصلاة على النبي وآله لنفعه وبالصلاة على النبي وآله لنرفعه ونسوق شوق البينه تهني الهادينا وبس ما فوق شفاف كل عاشق نطبعه وصلي صلي 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 وخلي همك ينجلي صلي 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 ص بالفرح نتلقى ويعلى صوت الصفقة والهلاهل والقلوب يخمج لهيب الهادي نهتف باسمه والمهجمة بتسمه وللهموم البنطار ما نجيبه وصلي صلي 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 ونفرح بعاشر ولي يلا يا اللهم صلي على محمد بعد الله يا جمال وصافة ماك واحد شافة يا جمال وصافة ماك واحد شافة إلا صلى وصاح يا قدرة إلهي ما حصل أمثاله وجه ضي يتلاله ولا أملاك بشر حسني ضاهي من ذراري طاها وما حصل أشباها حقها الشنبي على الواد امتباها وصلي صلي 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 على نور الأزلي اللهم صلي على محمد وين الحبايب اللهم يا براس العالي ما أريد تبالي يا براس العالي ما أريد تبالي جملة العذال من ترفع صلاتك فرحتك بمامك بها رفعة هامك آخر ودنيا تحقق أمنياتك باعتك أديها حاجتك يقضيها وباتشير بيام الحشر تضمن نجاتك صلي 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 بحب عشقنا الأولي صلي صلي اللهم صلي على محمد اللهم 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 بارك الله فيكم بارك الله أحس أن الحفل تعبان ليش الله العالم تبغون واحدة هو سأسألكم الدعاء خلاص ما أدري في عشي ينتظركم ها 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 بس فهمنا فهمنا الموضوع إن شاء الله بس نعطيكم كم واحدة بسيطة سريع وأسألكم الدعاء ها أخوتها تبغون هوسات لو تبغون قصيدة ها 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 هوسات أنا أعرفكم تحبون الهوسات بس ترفعونا ياديكم بس يلا بالهادي أنوار كل طيبة ونواحيها غيث الجليل إن همر أزهر بواديها من طيب ريح جنان ارتاح ارتاحها ليها صلوا على المصطفى للهادي نهديها ها ها وين اللي يقول هاي الفعيدة اللي قاعدين على الكنبات كلهم يرفعون ياديهم كلهم ايه انتون القدوة ايه شفتونهم شفتونهم سيد ارفع عيدك سيد ارفع عيدك شفتونه يلا الجميع ها 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 بعدها ها 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 علوها توصل سامرة علوها توصل علوها توصل علوها توصل الهادي فرع الهادي فرع الهدى والنور والعصمة من خاتم الأنبياء فيض بالرحمة ها اسم علي من علي جد أخذ اسمه سبحان المصطفى هو آله جل الظلم ها اخوتها تهدينا انوار الهادي تهدينا والله شيعة علي يا علي تحتفل بالميلاد لك يا امامي الحفل طول الزمن ينعاب جلوات وفراح والزينة في كل بلاد خالص عملنا إلك ونورتلي الأو ها خوتها واجبنا ما نترك واجب واجبنا 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 ما نترك واجب ما نترك أنا اقول واجبنا انت تقول بسرعة ما نترك يلا واجبنا 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 ما نترك يلا هلا ما نترك هلا 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 أي والله يا علي لنا دي إلك في قلوبنا منزله مداح من نسمعه باسمك لهج رتله من حبنا لك سيدي بالشوق نتعنله تابت ولانا إلك الجور ما زلزله أخوتها بعدها بعدها ما اسمع سمع لك يا موالك يا شيعك يا سيد في الشدة ودنا تصير أكبر في الشدة ودنا وفي الشدة في الشدة أحرار أحرار للشيعة أحرار نعبد الباري على حبك يا علي لمشي على دربك أحرار أحرار سريعة هذه وإن شاء الله نختم بالميلاد أحرار أحرار للشيعة أحرار الله نعبد الباري على حبك يا علي نمشي على دربك أحرار 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 كل فنون الدنيا نثبتها العقيدة نحن غير تحديق اضحك بك الحبيبي القصيدة لكن افهمها بسهم نظرة بعيدة لكن افهمها بسهم الله وآثار آثار للمغزى آثار الله في اللغة الفاعل عليه تصير ضمة نائب الفاعل بعد مثل الشي حكمة يعني طاها وعلي رحمة نوب رحمة يعني طاها وعلي رحمة نوب الله راد عرابهم سادة الأمة الله راد عرابهم أنوار أنوار بالفطرة أنوار في الرياضة بلا خيال ولا تخيل في الرياضة يا حميد بلا تخيل في الرياضة بلا خيال ولا تخيل إن هاي ما يخلص واحد الكل علي فاز بهدف قرآني على الكل علي فاز بهدف قرآني على الكل واللي قبله واضحة كلهم تسلل واللي قبله واضحة واضحة تسلل علي فاز بهدف قرآني على الكل واللي قبله واضحة كلهم ايه واللي قبله واضحة سريع واللي قبله واضحة انذار انذار أعطيهم انذار 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 بالفضل ما حد يغلبك يا علي نمشي على دربك بالفضل ما حد يغلبك بالفضل ما حد يغلبك يا علي نمشي على دربك آه يا مال والله يا مال تكفى يمع وديب موال بحر نبي والله والله يا معود يبموال بحر نبي يطرب قلب لحضري ويطرب قلب لبدوي جعفر يا ابو صادق البحران لدرازي سمعنا ساطلها وخلطورك حجازي آه خادم لكم يا الربع وأصلي من البحرين مو بحر عابر لكم عابر لكم بحرين أخذوني نغام موج البحر علي علي الآه واليامال يحلب مدع طه وعلي آه 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 يا مال صف وور اصطفى هم خمسة وتسعة أجدام هم للمعالي وللمجد تسعة أول هم المصطفى رب العرش راسل وللناس رحمه هدايا وكل جبل راسل واه سمعني سمعني نعم بعد فيض f Harry يا خني اسمع ما استح ليش للناس ها ها أول مرة واه آه آه والثاني نحسب علي ما نحسب رابع الحب بقلب كل موالي ثابت ورابع وبدن بالفاضلة فاطمة خير النساء فاطمة للشيعة الاكرام من نار اللضى فاطمة وصلوا على محمد علي لقمة حلال اتشبع الجوعان وعلي ثوب العفاف ان يكسيك العريان وعلي ماي الزلال يرويك العطشان واليوم الشدة مخلينا واليوم الشدة واليوم الشدة واليوم الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد افضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قد بشر رسول الله صلى الله عليه قد بشر رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بولادة الامام الهادي عليه السلام بقوله اللهم صل على محمد وأن الله تعالى ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية ببررة مباركة طيبة طاهرة بارة مباركة طيبة طاهرة سقاها عنده علي بن محمد فألبسها السكينة والوقار وأودعها العلوم وكل سر مكتوم ملقيا وفي صدره شيء أنبهوا به وحذره من عدوه وبعد أن حملت المرء الفاضلة العابدة ثمانه وفي يوم مبارك ميمول من شهر رجب وفي قرية صريا وهي قرية أسسها إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام في إحدى نواحي المدينة شعرت أمه بقرب ولادتها فأخذها الطلق وإذا بها ولدت بالإمام أفضل الصلاة علي ابن أبي طالب فاطمة الزهرة الحسن والحسين والأيم المعصومين وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان أترككم أخوتي في رعاية الله وإن شاء الله مباركين والأيام القادمة إن شاء الله أفضل وأفضل بإذن الله بفرج من الله خريب يا رب العالمين بفك الأسرى والمعتقلين وبشفاء المرضى والجرحة والمعلولين يا رب العالمين وبإرجاع الغرباء إلى أوطانهم سالمين في عز وأمان وطمأنينة يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صل على محمد وآل محمد الشكر الجزيل للرادو